هذا الدليل هو عبارة عن وثقة تهدف إلى السماح للمرشحين معرفة الإجراءات الخاصة بالانتخابات المقبلة ولهذا القرض نظم المجلس التستوري يوما إخباريا لنشر دليل الانتخابات ومقدمة الالتماس في مسائل المنازعات لممثلي الأحزاب السياسية في كلمته وزير الدولة وزير إدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد قال إن هذا اليوم يعد فرصة سانحة لإخبار الفاعلين السياسيين حول أهمية الدليل الانتخابي مضيفا بأن النظام القانوني والمؤسساتي وحده لا يكفي لضمان انتخابات حرة وشفافة ونزيهة مطالبا ممثلي الأحزاب السياسية لعب دورهم المنوط حول تحقيق الهداف الرهمية إلى دعم العملية السياسية في البلاد هذا وقد وزعت نسخ من الدليل الانتخابي إلى ممثلي الأحزاب السياسية بهدف الاطلاع على المواد التي تهمهم في ذات الشأن السياسي وذلك تفاديا لارتكاب الأخطاء أثناء وبعد العملية الانتخابية وننوه إلى أن هذه المبادرات تنصب في صالح التنظيم الأمثل للاستعقاقات القادمة بغية الخروج النهائي من الفترة الانتقالية التي شهدتها البلاد